سنوات طويلة مرت على أزمة النزوح في العراق وما زالت المعاناة مستمرة وسط عجز أو تجاهل حكومي وصل في واستهتار الميليشيات بمصير مئات الآلاف من العراقيين الذين تقطعت بهم السبل بعيدا عن ديارهم وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت عن خطة لتقديم منحة تضمن عودة مباشرة للعائلات التي تغادر المخيمات وقال وكيل وزارة الهجرة جاسم العطية إن موعد العمل بالخطة سيبدأ خلال أيلول الجاري إذا تم استحصاد الموافقات تعهدات لم تكن الأولى فقد سبقها الكثير من الوعود الحكومية التي لم تطبق على أرض الواقع في الوقت ذاته اعترفت مصادر محلية في محافظة الأنبار بأن السلطات الحكومية منعت نحو 220 عائلة نازحة من العودة إلى منازلها بحجة عدم إصدار ما تعرف بالموافقات الأمنية وإجراءات فيروس كورونا على الرغم من أن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على تلك المناطق منذ أكثر من أربع سنوات وكانت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة والتأميم قد شهدت أكبر عملية نزوح بشري من المدن والقرى عقب تعرضها لعملية عسكرية شنتها القوات الحكومية وميليشيات الحجد بدعم من طيران التحالف الدولي إثر سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق بعد فرار الجيش الحكومي مع الحق الدمار البالغ بتلك المحافظات وصل في بعض مدنها إلى تسعين بالمئة إضافة إلى بقاء الأسر النازحة في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات العيش وتعاني الإهمان الحكومي المتعمد لسنوات طويلة ولتزال أعداد كبيرة من نازح هذه المحافظات في المخيمات والمواقع غير النظامية وهم بحاجة ماسة للإغاثة والمساعدة في حين تمنع الميليشيات عودتهم في العديد من المناطق التي سيطرت عليها وحولتها إلى ثكنات تابعة لها ومعسكرات للاعتقال تعجز حتى القوات الحكومية عن الاقتراب منها بينما توشك أن تصبح مأساة أصحابها منسية وسط نظام سياسي كلهم أحزابه تقاسب المكاسب والنفوذ على حساب الشعب المبتلى